السلام عليكم اهلا بكم في قناة مانو الهندبين والكرشي النهاردة هشرح لكم طريقة عمل طاقم خروجي للمنوتة البيبي بالنسبة للطاقم دا انا هشرح لكم على اربع اجزاء سورتت والاكلوك والجاكت والجزء الاخير الجيبه بالنسبة لاربع اجزاء دي هتقائل لنكات الاربع اجزاء في الوصفة اسفل فيديو النهاردة هشرح لكم الجزء الرابع واخر جزء في الطاقم وهو الجيبه بس ما تنسوش تشاركوا معي في القناة اتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشيل عقبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد نايس اكبر ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الجيبه ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الجيبه بالنسبة لادوات اللي هستخدمها هستخدم خيط صوف وهستخدم ابر مقاس اربعة ونصف مليمتر وهستخدم الوردة انا الوردة دي شرحتها لكم بالتفصيل هسيب لكم لينك الشرح في الوصفة اسفل فيديو فبنزين الجيبه على الوردة اما بالستانة ديت تمام او اما بخيط الشعر في النهاية هوضح لكم الشكلين يعني دي بتدي شكل والستانة بتدي شكل مختلف خيط الشعر ده بيشبه الفرو لما بنجمعه انا لسه ما عمد لكمش بمشروعات هدأ اشرح لكم في فيديوهات منفصلة مميزات وعيوب خيط الشعر ايه بالنسبة بقى علشان نعمل الجيبه دي لاي مقاس حبينه هنبدأ نعمل سلسلة بمقاس دوران الخسر تمام للطفلة او البيبي اللي احنا بنعمل لها الجيبه ديت تمام فانا بشتغل لحد ما بوصل للمقاس اللي محتاجه وانا المقاس بالنسبة للي محتاجه اه اه تمانية وتلاتين سنتين فببدأ اعمل سلسلة اه لحد ما بوصل تمانية وتلاتين سنتين دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهكذا لحد ما بوصل لمقاس تمانية وتلاتين انا وصلت كده للمقاس اللي محتاجه بعد ما الامقاس اللي ما احتاجه. هبدأ اعمل ايه? بدخل في اول غرزة سلسلة بس آآ بازبط السلسلة بتاعتي كده بفردها. اهو. وبدخل في اول غرزة كده بالشكل ده. وبقفل بمنزلقة. تمام? بعد كده بعمل ايه? بارتفع باثنين سلسلة وهشتغل فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة. حد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر بنفس الطريقة وقفلت بمنزلقة. هنبدأ دلوقتي نكون آآ زي اقواز كده علشان نبني عليها غرزة الصادفة. تمام? فبعمل ايه? بارتفع باربعة غرزة سلسلة واحد اتنين. تلاتة اربعة. بسيب غرزة التانية بدخل في التالتة بعمل غرزة حشو. اربعة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة. اربعة. بسيب غرزة التانية بدخل في التالتة بعمل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. غرزة التانية بدخل في التالتة بعمل غرزة حشو. بنفس الطريقة لنهاية السطر. اربعة غرزة سلسلة. بسيب غرزتين. بادخل في التالتة بعمل غرزة حشو. وصلت كده لنهاية السطر وانا طالما لقيت اخر غرزتين كده معايا. بدخل في اخر في اول غرزة وبقى في المونزلقة ويبقى انا كده ماشي صح. اعملت الاربع غرزة سلسلة. بدخل كده في اول آآ غرزة. تمام? بعد ما عملت الاربع غرزة سلسلة. بدخل في اول غرزة ويبقى في المونزلقة كده بالشكل ده. تمام? زي ما وضحت لك. انا طالما لقيت اتنين غرزة سلسلة. يبقى انا كده شغلي ماشي صح. كده كونت اول آآ سطر الفراغات دي الوناء عليها. هنبدأ نعمل مع بعض الغرزة الصادفة بتاعتنا. طيب انا بعمل غرزة الصادفة بازاي? هرتفق هعمل هدخل في جوة الغرزة وهعمل غرزة منزلقة كده. وهرتفع جوة الغرزة. هبتدي اعمل غرزة الصادفة بتاعتي اللي هو اتنين غرزة آآ تلاتة غرزة عمود بلفة. هدي واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة غرزة عمود بلفة. اتنين سلسلة. بنفس الفراغ تلاتة غرزة عمود بلفة واحد. اتنين. تلاتة. تمام? بدخل على الفراغ اللي بعده وبكون كمان غرزة صادفة. انا بشتغل جوة غرزة الصادفة. آآ جوة الفراغ. تمام? آآ تلاتة غرزة عمود بلفة. اتنين سلسلة تلاتة غرزة عمود بلفة. بدخل جوة لكل فراغ بعمل الخطوة دي. تلاتة غرزة عمود بلفة. اتنين سلسلة. تلاتة غرزة عمود بلفة. بنفس الطريقة دي فوق كل فراغ بدخل بعمل غرزة صادفة. انا كده اشتغلت لنهاية السطر فوق كل فراغ اشتغلت غرزة الصادفة بتاعتي. تمام? السطر بقى معي بالشكل ده. تمام? ممكن تعملي الغرزة الصادفة آآ الرباعية اللي هي اتنين غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة. اتنين غرزة عمود بلفة. برضو هتبقى حلوة. على حسب ما انت حابة. تمام? طيب انا هشتغل الجيبة بعد كده ازاي? هرتفع باتنين سلسلة. وهدخل جوه الفراغ بتاع غرزة الصادفة. هعمل غرزة صادفة كمان. اللي هو تلاتة غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة. تلاتة غرزة عمود بلفة. انا بشتغل فوق كل غرزة صادفة غرزة صادفة. لحد ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بقفل بمنزرقة. وباجي بعد كده. اه ارتفع لحد ما بوصل لطول الغرزة اللي طول الجيبة اللي انا محتاجاها. تمام? بس ما بين كل غرزة الصادفة والتانية بعمل غرزة سلسلة. وبنتقل على غرزة الصادفة اللي بعدها. بعمل تلاتة غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة. تلاتة غرزة عمود بلفة. لحد ما بوصل لنهاية السطر. وبرتفع لحد ما بوصل لطول الجيبة اللي محتاجها. فوق كل غرزة صادفة غرزة صادفة عادي جدا. لحد ما بوصل للطول اللي محتاجها. فانا هوصل. هكمل بنفس الطريقة فوق كل غرزة صادفة غرزة صادفة. لحد ما بوصل لنهاية السطر. وهقفل السطر. وبعد ما بقفل السطر هرتفع كمان آآ لحد ما بوصل لطول الجيبة فوق كل غرزة صادفة غرزة صادفة. انا ما بين كل غرزة صدفة والتانية بنعمل غرزة سلسلة اهو غرزة سلسلة بنتقل على الفراغ بتاع غرزة الصدفة بعمل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة لحد ما بوصل للطول اللي محتاجة تمام هكمل لبقى لحد ما اوصل للطول المحتاجة وبعد كده هنرجع مع بعض نقفل التقفيلة النهائية للجيبه بتاعتي. آآ وهوضح لكم الشكل النهائي بتاعها بقى ازاي. انا كده اشتغلت لحد ما وصلت للطول اللي محتاجة من الجيبة. آآ وفي اخر سطر جيت غيرت اللون واشتغلت برضو فوق كل غرزة صدفة غرزة صدفة لحد ما وصلت لانهاية السطر. ترقيتها سهلة وبسيطة جدا آآ يعني انت وقاعدة مش هتاخد منك عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة في الشغل. آآ اهم حاجة تبقى متقنها غرزة الصدفة. هنا بقى نعمل هنقامل زي حزام للجيبة ممكن نعمله من خيط الشعر. تمام? وممكن نعمله من الساة انا انا هوضح لكم الشكلين هيبقى معايا ازاي? اهم حاجة في خيط الشعر علشان ما ينسلش معنا بنبتدي اطرافه آآ نلسعه كده بالولاعة علشان ما تتنسلش لان بصوا اهو. كل ما بتشدي بتبدأ تتنسل. فبلسعها كده بسيطة بالولاعة علشان اهو. ما تتنسلش. هنبدأ بقى مع بعض نعمل ايه? بجيب ابرة التنظيف. تمام? بلاستيك او معدن على حسب الموجود عندك. فبقيس طول الحزام هنا. هيبقى قد ايه? تمام? ادي واحدة. ادي بقسها مرتين. تمام? ادي كده جنب. تمام? ده كده عايزين الظهر عشان انا هعمله على طبقتين. تمام? هيدي كده هيبقى على طبقتين معايا بالشكل ده. هعمل ايه? بعد ما تنتها كده بالشكل ده. هبتدي احطها في ابرة التنظيف. بمرر الخيط في ابرة التنظيف كده بالشكل ده. ببتدي اعمل ايه? من نص الجيبة الغرزة اللي في النص دي بتركها مش بشتغل فيها. بشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول كده. اهو. ببتدي امرر الخيط. غرزة او غرزة لا. اهو. كده. بالشكل ده. بتدينا شكل جميل جدا. وبردوسة تانا بتدينا شكل مختلف. اهو. على الاطراف كده. اهو. كده وصلت للطرف. ببتدي اقص الخيط. بتاعي. وبردو في الطرف اللي انا قصيته علشان ما ينسلش معايا. ببتدي الساعة كده. بسيط بالولاعة. تمام? هعمل ايه? اهو. اديتنا شكل زريف وشكل جميل جدا. ببتدي اربطها اي رابطة لان خيط الشعر مش بشكلنا الرابطة بتاعتنا. تمام? ده بالنسبة شكلها لو بخيط الشعر. تمام? وبنبتدي نجيب الوردة بتاعتنا. بنحطها في الجنب كده. بتدينا شكل جميل ورقيق كده للجيبة. وشكل مختلف. تمام? ده شكلها ده بالنسبة لشكلها لو بخيط الشعر. انما شكلها بقى لو بستانة ببتدي برضو بنفس الطريقة بحدد الغرزة اللي في المص بتاعتي وبدخل في الغرزة اللي بعدها على طول. وببتدي غرزة ا. يعني غرزة بدخل فيها كده بالشكل ده. اهو. بمرر. اروح. عملة دي هنا. كده. طبعا على حسب اللون اللي انتو حابينه من الستانة. تمام? تقدروا تختاروا اللون بتاعكو اللي انتو حابينه. اهو. كده تقريبا وصلت لطرف. ببتدي برضو الستانة بتدي شكل مختلف وشكل جميل. ببتدي اربطها شكل فيونكا كده. اهو. تمام? نربط الاول رابطة كده خفيفة. بعد كده نبدأ نشكل الفيونكا. اهو. شكلنا الفيونكا. هبتدي اعمل خطوة تانية من الفيونكا برضو. مرة تانية. شبيهة باللاكلوك اللي احنا عملناه بتاع الطائم دوت. اهو. عشان نعمل عشان كده بتبقى صعبة شوية ان احنا نشكلها. تمام? ادي كده الدورين من الستانة. تمام? دورين من الفيونكا. ببتدي اعمل ايه? بال الوردة بقى بتاعتي. ببتدي احطها في الجنب كده بسبتها عادي بابرة التنظيف. تمام? اه ممكن نحط لها المازة كده في النص او لولي. اه والشكل النهائي للجيبة معي بقى بالشكل ده. طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا زي موضح تلكم. وده كده الشكل النهائي للجيبة. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الجيبة بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض النهائيات الفيديو. اتمنى تكونوا استفادتوا. وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الجيبة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اما نحوظة اقلص بسهول. تقدر تسيبكم اصف الفيديو. اولا صفحتنا على الفيسبوك. هتلاقي اللينك موجود في الوصفة اصف الفيديو. متنسوش تشتركوا معي فالقناة. وتفعلوا زر الجلس وتشجعوني بلايك وشيء لعجبت الفيديو. عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعنا على الويب سايت بتاعنا. اولا صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتلاقي اللينكات موجودة في الوصفة اصف الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.